السلام عليكم ازايكو اخباركو اتمنى تكونوا في افضل صحة واحسن حال الفيديو جديد النهاردة واكتر من طريقة وفكرة حلوة جدا هتشوفوها معنا معظم اساعة كده بيجي ويشهل بتنجان وتيجي ببصي مش عارفة طبعا تفضي من القشر بتاعه فبتقولك دي اسهل طريقة تطلع بيها القشر بمنتهى السهولة ومش على قد كده بس ده السعيدة اللي قدامنا دي هتبهرنا النهاردة بروتيناتها ومشترياتها الجديدة وتجهزاتها وتحتراتها طبعا عشان عيد القطحى المبارك كل سنة والطيبين عيد سعيد على الامة الاسلامية والعالم كله ان شاء الله فيلا بينا مع بعض كمان دلوقتي كده نبدأ بقى في التنظيفات العميقة وتزبط البيت حتى البسكتات بتاعت اولادك اللي بتحط فيها الالعاب بتاعتهم كل الحاجات دي هنهتم بيها يعني مفيش اي تفصيلة حتى لو صغيرة اسمنا هنهمل فيها وشكل البيت هيتغير دلوقتي معاك وهيوصل للمرحلة اللي انت تحب تشوفيها تعالوا مع بعض نشوف كده شكل البيت بدي قراب بتاعته بالالوان الهادية البسيطة اللي مفيش فيها افورة ولا فيها كمان ممكن يكون زحمة في غرفة النوم عن رغم كمان كانت ما شاء الله مساحتها كبيرة وتعالوا كمان دلوقتي نشوف هنا زوجها اللي من الواضح كده انه هو شطر جدا في تنجيد الركنة اللي قدامنا دي قررت ان يتغير لون بتاعها وبالفعل زوجها قرر انه يستعيدها ويعملها كمان بنفسه شايفين كمان بقى كده الازواج يعني يعتبر المتعاونة اللي بتساعد زوجتها بيعملوا معانا افكار عاملة زي الركنة اللي قدامنا دي قررت بالفعل انها تغيرها على العيد وزوجها كان قد المسئولية وحاول كمان هو يبهرنا هنا بشكلها وطريق تثبيته طبعا للقبرات وطريق كمان تثبيته للي اعتبر الشلت او الكوشنز الكبيرة اللي قدامنا دي بكل افكارها شكل ركنة كمان تغيرت جدا يعني لو انت تقدري تعملي ده في ستات كثيرة طبعا بتحاول تتفكر وتبتكر بنفسها وتعمل افكار اللي زي دي لكن ده ما يمنعش بالفعل ان هو زوجها كان عنده خبرة كويسة جدا في الحوار اللي زي ده وطبعا بتقولك كل يوم كنت بقسم شغل البيت على ايام مختلفة يعني النهار ده جزء بكرة جزء تاني لحد ما بوصل طبعا للشكل اللي انا عايزاه وكل يوم طبعا بقى بتقولك البوكسات اللي قدامي دي باستغلها وبحط فيها مكونات كتيرة وهنشوف دلوقتي مع بعض البوكسات دي وكاية شرياها كانت طلبها اردر عامل ازاي لما بتقولك فيه حاجات بحطها فيها فوق الدولاب في اي رقنا كده في البيت شكلها حلو كمان نوعها حلو جدا بيستحمل معايا فعامة يعني حكاية بقى النظام والترتيب وان انت تجددي وتوضبي وتزبط البيت اكتر كل دي حاجة بترجع لك تعالوا مع بعض كمان دلوقتي نشوف طبعا وهي بتغير الكوشنز بتشيل السجاد يوم بعد يوم بتشيل الستير كلها من كل غرفة لحد طبعا ما بتوصل لنتيجة اللي هي عايزاه وتلميع كمان الازاز من جوا ومن بره يمكن دلوقتي كل الستات بقى بدأت حاملة تنظيف العيد فتي تبصي شكل البيت بيتغيره وبينضف معاكي استيله كمان بيفرق جدا وضعية البيت بتبقى قديه حلوة وتنقلك لمكان او مغامرة يعني يعتبر كده سريع لحد بتوصل للشكل اللي انتي عايزاه لو ركزتوا كمان بقى في البيت اللي قدامنا اي نعم هو مودرن وكل فيه حاجة ممكن تكون حلوة جدا لكن طبعا بقى كده لو لاحظنا حاجة الستات التركية بالزيد هتلاقيها دايما بتتخلص من اي كركبة او فوضى جابة سجاد جديد يبقى هتبرع بالسجاد القديم لأي حد ما احتاجه مش احتفظ بيه بقى واسيبه في البيت على جنب وغطيه كده بقى بستارة او بملاية قديمة واعمل بقى الحركات الغريبة العجيبة اللي معظم الستات بتحملها ما عندهاش بقى الاطباق البلاستيك الكتيرة ما عندهاش بقى الحاجات اللي ملهاش لازمة هتلاقيها دايما كده جابة البوكسات الكبيرة اللي قدامنا دي بتحط فيها معظم الحاجات كمان اللي زي الخزين بالنسبة لها او الحاجات المهمة تلمعها كمان للبيت اول باول بيفرق جدا اظن دي كمان كده شكل نضافة اللي احنا نحب نتفرج عليها ونستعد بيها للعيد وحاجة اظن تفتح النفس جدا مغامرة سريعة مغامرة كمان لطيفة كل حاجة فيها حلوة قوي شكل دي بالستيل وبالتنظفات اللي هي بتعملها تديك يبور وحماس ونشاط يعني كافيلي ان هو ينقلك لمكان تاني خاص طبعا الستيلات دي من النظام والترتيب هي اللي يمكن كل واحدة فينا بتدور عليها فعشان طبعا تكوني قد المسئولية وتبقي ست بيت شطرة محتاجة طبعا تشوفي معانا التفاصيل دي حاجات سريعة جدا لكن بتفرق في يومك والتنظيف اول باول هتلاقوها دايما بصورة مستمرة بتعمل التنظيفات دي بتمسحي وتحقامي وتطهاري البيت وتشوفي شغل البيت دايما بصورة مستمرة بتستنيش بقى ان الموضوع ممكن يترقم عليك اكتر وشكل البيت يبقى فوضوي لكن صدقيني مع اهتمامك بكل الحاجات دي الحاجة هتفرق معاك جدا وشكل البيت هو اللي هينقلك لمكان تاني خالص ومغامرة جديدة تعالوا نشوف مع بعض كده طبعا البوكسات اللي انت شفتوها معانا يمكن خلال فيديو بكل احجامها واشكالها تقولك ده أوردر انا كنت طلبا وبالفعل بحط فيهم بقى العاب اولادي شوية خزينة عندي في البيت ممكن تحطي طبعا فيهم اي حاجة في المطبخ اي مكرونات بقى او غيره لو انت مفيش عندي غرفة التخزين فأكيد طبعا استخداماتهم بالنسبة لأي واحدة فينا هتبقى كتيرة جدا وبصرف النظر طبعا عن الالوان دي فين منهم اشكال والوان سيدة وكل حاجة ممكن تكوني بتدور عليها تعالوا مع بعض كمان دلوقتي كده نشوف بقى هنا طقم السرير الشاكة جدا اللي قدامنا اللي هي جايبة دا اظن يعني شاكله بيتكلم عن نفسه وبالفعل بدأت تزين بيه كده السرير بتاعها وحطيته على السرير وقد ايه كان شاكله يعني مفيش اجمل من كده حاجة شاكة حاجة كمان هاتية جدا دي بقى الالوان اللي كلها نحب نتفرج عليها اللون الابيض المهدئ للأعصاب اللي مجرد ما تشوفيه كده تحيث السرير نواقس يتكلم من كتر الجمال والحلاوة يلا بينا كمان دلوقتي ندخل بقى كده على نوع من العزوبيت اللي كانت متفق عليها هي وصحبتها وقرروا يقضوا اليوم دا يوم معجنات والعيش بقى اللي هم عاملوا نفسهم في البيت وكمان كانوا بيقولوا انه كان يوم حلو جدا استمتعوا به يعني كل واحدة فيهم بقى تخرجت الطاقة اللي جواها قدروا كمان يعملوا معانا حاجة لذيذة العيش بتاع التواصل يمكن معظم الستات شطرة فيه جدا وبيقدموه بقى اشكاله بقى الوان كتيرة وبتقولك كمان كده حاجة الزبدة عليه مقولكوش بقى كده على السر والطعم بقى عامل ازاي وفي النهاية كده كلهم بتجمعوا مع بعض وبيقولوا كان يوم لذيذ جدا كل الاحداث اللي احنا بنشوفها دي قد ما بتكون بقى حلوة ومسلية وبتحيس ان انت استمتعت بالفيديو بتشوفي طبعا فيها مغامرات كتير وبتورينا طبعا ازاي كده بتستعد العزوما دي شوية بقى الكوستراب بتاعتها بدأت تفرشها على الصفرة شكلها حلو جدا بيحضروا الاطباق يعني كل واحدة فيهم عارفة الدور اللي هي هتقوم بي وطبعا شفنا دلوقتي لمة الاسرة مع بعض او العيلة او الصحاب دول مع بعض وبيقولوا قدي كان يوم لذيذ جدا يعني زي ما هي مغامرة حلوة زي كمان ما الموضوع بيفرق جدا معاكي شكل البيت باستيله بكل افكاره بروتوناته حاجة كده حماسية ولذيذة جدا فيالله بينا كمان دلوقتي كده نتعلم من بعض ونشوف بقى كمان شكل الصفرة اللي تفتح النفس يعني دي صفرة مختلفة عن الصفرة الاولانية ولسه كمان دلوقتي معينا هتشوفوا اكتر من اكلة واكتر من صنف لذيذ جدا هي بتقدمهم حتى شكل الصلطة او العيش العادي اللي بتعملوا معانا بالسندوقتات دي مش حاجة عادية سندوقتات اللحمة اللي ممكن احنا عارفانها هنا في مصر زي الحوابشي او كده هم بيقدموها بصورة مختلفة جدا اللحمة وعليها شوية التوابل والبهارات ونوع كمان كده من الخضرة مع شوية كمان كده من التواطم والفلفل مفروم ناعم جدا يعني بتعملي تحبيشة حلوة كده لللحمة بتاعتك وتبدأ كمان تجيب العيش وتفرديه بالشكل اللي زي ده زي عيش الصاج بالضبط وتبدأ تحطه او تحط عليه سندوقتات دي بتبقى خفيفة جدا مع حتة لحمة كده صغيرة جدا عشان تلحق تستوي معيك وتبقى بالشكل اللي زي ده وبتقولك بتحطي من جوة بقى طبعا اي نوع صلطة انت بتحبي تضفيه حاجة بتبقى خفيفة وحلوة يعني لو انت مستعجلة وعايزة تعملي غدوة سريعة بتقولك الغدوة دي مش هتاخد معاك وقت ابدا تعالوا كمان دلوقتي هنا ندخل برضو على الوردر اللي كانت طلبه ودي كمان كده كانت تربيزة فاك وتركيب والفكرة بتاعتها حلوة وسريعة وعملية وبش هتاخد معاك وقت وبتقولك فكرتها حلوة جدا تقدري طبعا تجيبيها وضفيها عندك في البيت تقدري بقى تحطي عليها كل الكركبة اللي كانت في الجزز اللي زي ده وتستغيلي المكان ده باستغلال مثالي وبالفعل كده هنبدأ نحط المنظم او التربيزة دي وشايفة بقى كده استغلالها يكون مش ازاي القلم بقى كمان بتاع تحديد الفواصل اللي بين السراميك معظمنا طبعا بيضايق جدا من اللون الاسفرار اللي بيكون موجود بتقولك ده بقى زي اللواء قلم الكوريكتور بالزبط تقدري الجيبيه وتعملي الخطوة اللي زي دي عشان تشيلي اي اسفرار لكن القلم ده طبعا قلم تحديد الفواصل بتاعت السراميك بتقولك موجود دلوقتي في معظم الاماكن عشان يرجعلك اللون بنفس البيض والحلاوة اللي احنا بنشوفها دي ومعظمنا طبعا بيبقى عايز يعرف السر ده السره ايه بالزبط تعالوا كمان دلوقتي هنا كده ندخل على مغامرة جديدة وشكل الصفرة بالفطار اللذيذ والخفيف اللي قدامنا ده تعالوا كمان دلوقتي هنا مع بعض كده نشوف برضو بقى المفارش اللي يمكن كواللينا كنا عايزين نعرف شكلها وسطيلها اللي عامت هوس الفترة اللي فاتت كايت موجودة عند الستات التركية بصورة كبيرة جدا شكلها قد ايشي قوي شكلها كمان مختلف حتى كمان عامت منها مفرش للصفرة الكسترات اللي موجودة معينا يعني الطاقم ده لوحده حكاية بيتكلم عن نفسه عشان كده اتمنى من كل قلبي فيديو النهار ده يكون عجبكم ولو عجبكم الفيديو هنستنى اكيد طبع لايكاتكم الحلوة وحماسكم مشتراككم معي عشان يبيركم بكل جديد وشوفكم ان شاء الله على خير في الفيديوهات الجاية ومع السلامة اشتركوا في القناة